أستاذة زينب يوسف شعبان ابنة الفنان الكبير الأستاذ يوسف شعبان زينب أهلا وسهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك من فضلك تمنين شائعات كتيرة جدا جدا على هذا الفنان الجميل القيمة والقامة تمنين على والدك صحيح لشعات حاجة رهيضة صراحة بالوقت والدي لسه على التنفس الصناعي وإن شاء الله خير هو على التنفس الصناعي مصابا بكورونا ايه بقيلوا على التنفس الصناعي قدي يا زينب انبارح بالليل هنا لما قطوا للتنفس الصناعي قالوا عشان بس يتأكدوا أن كل حاجة تكون طعمة إن شاء الله ويتأكدوا أن يعني الرئة والقلب كله بخير وإن شاء الله خير إن شاء الله يبقى زي الفل ويرجع لنا فنان قيمة وقامة إن شاء الله بتتكلم معايا زينب بتتكلموا معايا وكده آآ لا منفعش هو بالبعض فممنوع أي حد إنما بتشوفوه من خارج العز يعني وكده مفيش مفيش منقدرش خالص منعينها يعني عشان كورونا هل بتردوا على السفلات اللي موجودة والشائعات اللي بتطلع يا زينب والله أجل ما بقدر بحاول معنا يعني حاجة فزيعة عشان يعني أنا في حالة إن بحاول أركز أكتر على والدي وكمان والدتي هي كمان أصابة الكورونا وبتيجي دي من ناحية لازم كمان يعني بتحطي لي هم كمان معاك حق وكمان أرد عليها وكمان بيقولوا حاجات يعني متتقلش معاك حق 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 احنا بنرد يا زينب احنا بنرد بالنيابة عنكم هو بابا وماما كانوا أصيبوا كانوا في سفرية لبنان تقريبا ايا الحمد لله انت ما كنتش معاهم لا ان شاء الله ماما حاليتها أحسن شوية الحمد لله الحمد لله اه ان شاء الله نتطمن عليهم وربنا أمهم بالسلامة ويرجعوننا ان شاء الله آمين يا رب آمين يا رب بشكرك شكرا جزيلا زينب يوسف شعبان الحقيقة في نقابة الصحفيين اللي اخبارها رايحة وجاية والحقيقة احنا مش عارفين ايه اللي حاصل النهاردة اعلن ان الانتخابات نقابة الصحفيين هتبقى في موعدها اللجنة